أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن ملف توليد الطاقة الجديدة والمتجددة يمثل أولوية للحكومة المصرية حتى عام 2030 جاء ذلك خلال لقائه رئيس التنفيذي لشركة الصين الجنوبية للزجاج على هامش مشاركته في فعليات منتدى التعاون الصيني الأفراقي الذي تصدفه بكين حيث أكد مدبولي دعم الحكومة المصرية لمشروع الشركة من أجل تنفيذه في أقرب وقت ممكن في مصر بدوره أعرب رئيس الشركة عن تقديره لدعم الحكومة المصرية لخطة الشركة للاستثمار في مصر مؤكدا أن الشركة لديها سمعة دولية كبيرة في تصنيع الزجاج خاصة للأبراج عالية وشهقة الارتفاع